إهمال سوق هرجف الناصرية يرفع المطالبات بتحويله إلى سوق عصري يلبي احتياجات الباعة والمواطنين ويعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق وسط المدينة حيث ارتاده المئات من أبناء المحافظة للتبضع ويحتوي على باعة ملابس البالة والخضروات الذين أكلوا أن سوقهم تعرض للإهمال والنسيان على مر الحكومات المتعاقبة ويحصل على الشتاب دينا لا تكفي يعني أجب عليكم الطماطع في كل بلدنا والله كانت تبعاً كلمان بالفين بين الجانب والكل بلدنا استثوي هاي بسطياتي هنا هاي وضعياتنا شوفوا شونا شغلت عباني هاي سجلتنا الشرطة شالتنا كافيك العباس المفاضل هاي استوى شالتنا من نوع صح من بسطيات وصح من عوالي كل شي مواكو على الله على البسطيات كل شي مواكو تراب حكومة ذيقار المحلية من جانبها بينات أن هناك حملة في عموم المحافظة لرفع كافة التجاوزات وبالتحديد داخل هذا السوق وأنها بصدد إنشاء أكبر سوق عصري متكامل للخدمات بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات دينار هناك حملة كبيرة لإزالة التجاوزات وكذلك تزامنها حملة خدمية اليوم بالنسبة إلى سوق خرج دخل ضمن حملة إزالة التجاوزات لغرض إنشاء سوق عصري يليق بهذه المدينة وتاريخها حيث يعتبر هذا المشاريع من المشاريع المهمة في محافظة ذيقار والذي يعد على مشاريع تنمية الأقالين بقيمة ثلاثة ونص مليار حيث يكون بمقسمات حديثة عصرية يشمل ويسع الجميع من الباع الموجودين في السوق مناشدات ومطالبات مستمرة بتحويل هذا المكان إلى سوق عصري مع مراعاة الباعة وأصحاب البسطيات داخل هذا السوق كونه مصدر الرزق الوحيد لهم ولعوائلهم من ذيقار نور السعيدي وعن نيوز ترجمة نانسي قنقر